الرياضة ايه؟ الرياضة كنا من زمان جدا جدا يعني زمان جدا ده بالنسبة لأغلبنا يعني على الأقل بقالنا يجي 30 سنة أنا أتذكر من التسعينيات وإحنا بنتكلم يمكن في الصحافة إلخ إلخ إن الرياضة لازم تبقى صناعة وكان يكسر النقاش على مسألة إزاي أحول الرياضة لصناعة ورافد اقتصادي وإزاي كمان أقدر أنمي المواهب بتاعتي في إطار واضح محوكم مهيكل وفي نفس الوقت أبقى شايف قدامي هدف بعدها بشوية بدأت الناس تتكلم على إزاي مثلا على سمسل لعبي الكرة من إخواتنا الأفارقة يعني دخلين في أوروبا بمنتهى القوة ومن قبلهم كان إزاي لعبي الكرة من إخواتنا في أمريكا اللاتينية دخلين في كل الأندية الكبيرة اللي في العالم بمنتهى القوة بمنتهى البساطة لأنه في حاجة كده اسمها إيه؟ الكشفين السكاوتس السكاوتس بتوع الكرة دول بيجروا يلفوا بس يبقى عارف هو رايح فين لكن هو مش عارف رايح فين هيجي ليه؟ فعلى سبيل مثاله هو كان هيجي عندنا يعمل إيه؟ كانت القصة كلها مربوطة بأنه اللاعب لما يبدأ يلعب فيه الفريق الأول بتاع النادي بتاعه فيبقى دي فرقة الأهلي خلاص دي فرقة الكبار بتاعت الأهلي فرقة الكبار بتاعت الزمالك لإسماعيل للمصري للتحايد الأولمبي حدث ولا حرج حلو؟ طيب أو يلعب في المنتخب فبيلعب في ماتشاط إما إقليمية عربية دولية أفريقية إلى آخره فيبدأ الناس السكاوتس دول الكشفين يشوفوا بس ده الإطار هل ده كافي؟ إطلاقا لأن أنا عايز الموهبة بتاعتي من هو قد كده هو؟ أو قد كده هو؟ ولد شاب ظريف لطيف رياضي شطور موهوب جن مصور في الملعب عايزه من وهو عنده 14 و15 و16 سنة السكاوتس دول يشوفوه طيب عدت سنين لحد ما نيجي نعمل حاجة اسمها كابيتانو ونبدأ هنا بقى مصر نبدأ نشتغل على إنه لأن أنا عايز بقى أشوف الشبان الموهوبين في كرة القدم على سبيل المثال وأنا أعتقد دي البداية يعني إنها في الكرة نبدأ بقى إيه؟ نشوف الموهوبين في السبعة وعشرين محافظة أنا هخش لحد أبعد كفر ونجع وعزبة ودور على الولاد الموهوبة ده مش بس أدور عليهم ده ناخدهم واحتضنهم ورعاهم ومرنهم وظبطهم وخليهم عشرة على عشرة بس كده؟ لأ ده احنا هننستقل ما هو أبعد زي ما هو حاصل ترجمة نانسي قنقر